اشتركوا في القناة القمر الآن مستقر في برج الحمل في منزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلام والصلاح ورح يمكت فيها حتى تمام ساعة 49 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر وبما أن القمر رح يكون موجود بالحمل فتأثير القمر على جميع الأبراج في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن أنه نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لهيك إشي وبرضو التعديل على قصة الشعر وقامة حفل ما طبعا اليوم ما في غير زاوية وحدة هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 6 و 32 دقيقة مساء ولكن تأثيرها رح يبدأ من ساعات الصباح ورح يستمر لغاية ساعات المساء وهاي الزاوية بتخلق عنا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة طبعا للقمر بما أنه موجود في الحمل معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 30 عشرة بيبدأ في تمام الساعة 24 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و 18 دقيقة مساء لينتقل بعدها القمر لبرج الثور طبعا عمر القمر انحصار المكتمل 13 يوم وفي تمام الساعة 2 و 4 دقائق بعد الظهر بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة بتكون تقريبا بحدود التسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21 مزاجها سعيد بنسبة 35 في المية القمر في الحمل حتى يوم 30 عشرة منتحس بنسبة 50 في المية عطارد في العقرب طبعا هو تراجع من العقرب عفوا وتراجع للميزان ورح يظل يتراجع لغاية يوم 3-11 مزاجه منتحس بنسبة 60 في المية الزهرة طبعا في الميزان حتى يوم 21-11 مزاجها سعيد بنسبة 45 في المية المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة بين 35 و 40 مع زاوية الاغتران المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه منتحس بنسبة 10 في المية زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15 في المية اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 المزاج منتحس بنسبة تقريبا 10 في المية لأنه مقابلة مع الشمس نبتون في الحوت بتتراجع حتى يوم 29-11 مزاجها ممتزج يعني متقلب بين السعادة والنحوسة بلوتوف الجدي طبعا مزاجه سعيد بنسبة 15 في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما انه استقر القمر عندكم الاجواء يعني بتعطيكو ثقة بالنفس كبير وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الامور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم وحان الوقت لحسم بعض الامور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهمش انك تتحرك وما تنتظر انه الفرصة تيجي لعندك حاول انك انت تذهب إلها أو تبحث عنها وما تضيع الوقت يعني بداية جديدة هذا بشكل عام ولكن بما انه في عنا زاوية حكينا هاي الزاوية راح تكون بين القمر وبين المريخ وراح تكون عندك في زاويتك في برجك يعني فمعناته بدك تحذر من العصبية والحدية والتهور في بعض المسائل أو حدية الطباع أو التزمت بالرأي أو فرض السيطرة في بعض الأوقات المحبطين عاطفيا هم أكثر أشخاص بدهم يضبطوا أعصابهم لأنه ممكن انه يثوروا ثورة عارمة من الغضب مقابل أي نقاش أو حوار اليوم أو يحاولوا انهم يتفششوا بالأشخاص اللي حواليهم وخصوصا موليد العشرية الثانية أكثر الأشخاص اللي راح يعانوا من هذه المسألة خلال هذا اليوم أما النقطة الثانية هي على المستوى المالي طبعا بتكونوا ديروا بالكم من المصاريف الزائدة بهذا النهار ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الأمور اللي إلها علاقة يعني ببعض الأشياء اللي إلها علاقة إما بمصاريف استشفائية أو دفعات أو قروض أو اهتمامات ببعض المسائل المالية المفاجئة اللي ممكن تظهر على الساحة ممكن يكون في بعض الالتزام على المستوى العائلي أو المستوى البيتي أو أمور إلها علاقة ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأفراد العائلة أو مناسبة مثلا أو اجتماع أو لقاء حاولوا أنك تنجزوا أعمالك بشكل كامل وما تخلوها تتراكم لأنه شوي ممكن شوي المزاج يعني يخذلكه في بعض الأوقات أو أنه التسرع أو ممكن أنه يصير في بعض الهفوات أو المشاكل في أثناء العمل الوضع الصحي بحاجة لبعض المتابعة لدى بعض موليد برج الحمل وخصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة طبعا بالنسبة للزهرة زي ما حكينا هي بتمنح العشرية الأولى قوة هائلة جدا خلال هذا اليوم على مستوى أمور إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية والشركاء أو عمل جديد أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من تراجع عطارد اللي وصل لعندهم وبلش يعني يأثر على موليد العشرية الثالثة فعشاني كذول بدهم ينتبهوا من الخلافات مع الشركاء ومع الأزواج أو سوء تفاهم أو تحسس من موقف معين ممكن يخليهم يحتدوا أو يعصبوا في بعض المسائل أو يظهر خلاف معين ابتعدوا عن أي مشاكل ممكن تتوصل للقانون أو للمحاكم أما بالنسبة للأموال المشتركة فالشمس بتعطيكو طاقة إيجابية يعني بتعوض بعض المسائل وخصوصا برضو بتعطي موليد العشرية الأولى هي أكثر الحضود اللي ممكن يحصلوا بعض المكاسب أو الدعم من بعض الأشخاص بداية العشرية الثانية برضو بنالهم من الحب جانب ولكن العشرية الأولى إجمالا هي أكثر المستفيدين خلال هذا اليوم من الأموال المشتركة أو أموال الزوج أو هبات أو مساعدات أو حتى إنهم ممكن يحسنوا وضع معين إلى علاقة بالوضع المالي برضو في نقطة لازم تنتبهولها وخصوصا موليد العشرية الثالثة هي أمور إلها علاقة بالسمعة ديروا بالك على عملك وإنجاز أعمالكم أو خلافات في مكان العمل أو سوء تفاهم ما بينكو بين زملائكو أو رؤساكو بالعمل لأنه ممكن تظهر بعض الخلافات أو المشاكل اللي أنتو تحديدا ممكن هي اللي تسبب لكو نوع من أنواع إما تشويه للسمعة أو أشياء لها علاقة بمكان عملكم ومشاكل مع زملائكم أو رؤساكم للعمل أما بالنسبة لآخر شيء بيت المتاعب يعني تقريبا بعطيكو بعض الفرص القوية أو الحماية في بعض النقاط اللي ممكن من خلالها إنكو تنجزوا بعض الأعمال الضرورية وبتساعدكم بينكو تكشفوا أي شخص بيحاول أنه يتآمر عليكم أو ممكن أنه يحاول يكيدلكم في مسألة يعني بتتكشف الأمور بسرعة هائلة جدا ممكن تهتموا بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لإلكم برج الثور طبعا يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبات بتظهر خلافات أو التباسات طباعك اليوم متقلبة ومزاجك متعكر أهم إشي أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع بوجود القمر دائما في بيت المتاعب دائما بسبب نوع من أنواع الخلافات أما بالنسبة لموليد العشرية الأولى بدهم ينتبهوا من التقلب بالمزاج والحدية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ اللي من خلالها ممكن تظهر خلاف أو نقاش أو حوار أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأشخاص أو تنزعج من تصرف ما أما بالنسبة لبيتك السادس طبعا يعني شوي بعطي بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالعاطفة أو بعمل جديد أو فرصة عمل جديد أو ممكن أمور إلها علاقة بالاستشفاء أو بالصحة ولكن موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من بعض التقلبات العصبية أو الاضطرابات أو ممكن أشياء إلها علاقة بالأعصاب أو تهيج القولون أو الأمعاء تحديدا انتبهوا برضو لأعملكم من الأخطاء الناجمة عن عدم التركيز أو عدم الانتباه الأوضاع بالنسبة للكم وبينكم وبين الشركاء أو بين الأزواج تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعمكم بشكل قوي ولكن موليد العشرية الأولى بدهم ينتبهوا من سوء تفاهم أو حدية أو انزعاج من تصرف الزوج ممكن يتصرف تصرف فردي فهذا الإشي ممكن يسبب لكم نوع من أنواع الإحراج أو يسبب لكم نوع من أنواع الغضب في بعض الأوقات أما بالنسبة لتواجد الكواكب اللي موجودة في برج الجدي اللي بتأثر عليكم على البيت التاسع تحديدا وتأثيرها رح يكون على موليد العشرية الثالثة أكثر شيء مع موليد العشرية الثانية اللي هي بتسبب أشياء لها علاقة ببعض الخلافات أو امتحانات مفاجئة أو تعامل بكون مع الأجانب أو قلق على أشخاص خارج البلاد أو ممكن تهتموا ببعض المسال اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية يعني كل واحد على حسب تخصصه ولكن إجمالا هي فيها إيجابية ولكن الحدية بتيجي في لحظات مفاجئة فعشان هيك منقول اللي عنده امتحانة أو عنده مقابلة أو عنده مراسلة يتوقع أنه يكون فيه تأخير أو تعطيل أو مماطلة في الموضوع أو أشياء ممكن شوي تسبب الكنوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة إلى بيت الأصدقاء في الأجواء جيدة والفترة هاي مناسبة لا يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء وممكن هاي الدعوات تكون عندك أو في بيتك أو قريبة منك أو تكون أنت طرف أساسي فيها فعشان هيك اليوم حاول أنك تستغله بأي شيء اجتماعي أو بيحل لك بعض المشاكل الاجتماعية أو بيعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء لأنه فيه فائدة في هذا الموضوع برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن شارك في حفل أو مناسبة سعيدة بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء طبعاً برضو بدك تنتبه أنه الأمور العاطفية لموليد العشرية الأولى قوية جداً وفرص من الحضوض عالية جداً وهاي بتساهم بإنجاز كثير من الأمور خلال هذا النهار حتى إنها بتحمل فرحة ممكن تكون لأحد الأبناء أو أحد الوالدين أو خبر صار جداً ممكن يكون أو مناسبة أو ترفيه أو إشي أدبي أو فني يعني بيكون إلى أجواء جيدة ولكن موليد العشرية الثالثة أو آخر موليد العشرية الثالثة بدون ينتبهوا من سوء تفاهم ما بينهم وبين أحد الأحبة أو خلاف معين أو سوء تفاهم أو شيء له علاقة يعني بعصبية بتيجي بشكل مفاجئ بدكوا تنتبهوا من هاي النقطة على مستوى العمل بتطلب منك التركيز إلى أجواء جيدة بتجيب فرص لعمل أو تطوير عمل معين أو تحسين العلاقة ما بينكو بين زملائكو أو رؤسائكو بالعمل بشكل قوي جداً وبرضو بتفتح مجالات جيدة على المستوى الصحي لكن بدكوا تنتبهوا من بعض التوعوكات اللي ممكن تيجي على شكل توترات عصبية أو قلق أو أرق ممكن بعضكو بيعاني من بعض الأشياء لها علاقة بالتحسس هدولا برضو بدهم ينتبهوا من هاي النقطة في بعضكو رح يهتم لبعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو القروض أو الديون أو سداد بعض الالتزامات أو ممكن تظهر بعض المسائل المادية أو ينزعج لبعض الحلول المادية فعشان هيك بدكوا تضبطوا عصابكو بشكل كبير ابتعدوا عن أي مجازف أو مغامرات وانتبهوا لأموالكم من السرقة أو الضياع أو حتى بعض الأشخاص إنهم يستغلوكم يعني بمعنى آخر ما تغامروا في أموال الغير أما بالنسبة للبيت العاشر فتقريبا الفرص جيدة على مستوى العمل تفتحلكم مجالات جيدة وفرص ممتازة لتحسين العلاقة ما بينكو بين زملائكو أو رواسائكو بالعمل أو ممكن ييجيكو نوع من أنواع الدعم بالنسبة للأصدقاء فطبعا ما زالت الأجواء ضاغطة وخصوصا عم وليد العشرية الثانية اللي بسبب لهم خيبات أمل أو نقاشات أو حوارات ما بينهم وبين بعض الأصدقاء أو بتتسرب لهم بعض المعلومات اللي إلها علاقة بالأصدقاء اللي شوي ممكن يتسبب لكم نوع من أنواع الأرق أو القلق أو الحدية في بعض الأوقات ابتعد عن العصبية جد ما بتقدر أما بالنسبة لأورانوس طبعا أورانوس شوي في مكانه بيأثر عليك لأنه بيت المتاعب موليد العشرية الأولى بدهم ينتبهوا أول العشرية الثانية من بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالمفاجآت المفاجآت هاي بتيجي إما على مكان العمل أو بتيجي على المستوى الصحي إلك أو لأحد الأحبة فعشانك الحذر مطلوب والتركيز مطلوب بالفترة هاي وما تؤمنوا شر أي إنسان ممكن يكون عدو بيمكر لكم أو بكيد لكم في شيء معين برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشهورات أهم شيء إنك ما تكون مهمل وما تترك الطيش أو انطباعات سلبية عنك أهم شيء ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين أما بالنسبة للبيت التاسع اللي ممكن يعني يخلي اليوم في كثافة من الاتصالات وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو امتحانات مفاجئة أو ضغط على مستوى أشياء إلها علاقة بالدراسة أو بالجامعة برضو بتكون تنتبهوا منها بشكل كبير اللي عنده سفر أو عنده تنقلات بده ينتبه لكل أغراضه وما يعني ما يركن إنه الأجواء جيدي ودعم لإله ممكن يصير فيه أعطال في أي وقت أو تأخير أو إلغاء أو نسيان أو فقدان بعض المقتنيات الأهم اللي هو عندك البيت الرابع اللي هو محور أساسي منكو ممكن يفكر في عملية لها علاقة باستئجار بيت أو الترحيل أو تنقيل أو مثلا ديكور أو مشتريات أو مكاسب إلها علاقة في المنزل أو عقار أو بيع عقار أو أرض أو استرداد ممتلكات وخصوصا العشرية الأولى يعني الأجواء جيدة وداعمة وحتى بتحمل أفراح إلها علاقة في البيت ولكن موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من مشاكل أو سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حدية بالطباع إلها علاقة بالبيت أو مع أحد أفراد العائلة بالنسبة للوضع العاطفي تقريبا منقدر نحكي إنه إيجابي وجيد لا لحد ما يعني بعطي نوع من أنواع إيجابية على المستوى العاطفي والحضود العاطفي والمحبة ولكن بتكو تنتبهوا من بعض الأشياء المفاجئة اللي ممكن تخليك تحتد إما على أحد الأبناء أو على أحد الأحبة أو خلاف ممكن يكون ما بينك وبين أحد الوالدين أهم إشي إنه الفترة هاي ما في داعي للمجازفات أو المغامرات اللي ممكن تسبب لك يعني أشياء أنت تكون مش محبة بلا إلك أو انقطاع علاقة عاطفية إلها فترة يعني مش مش تابتة يعني العلاقات الضعيفة بالنسبة للبيت السابع طبعا بيت الشراكي ما زالت الأجواء على موليد العشرية الثالثة بتحمل أجواء ضاغطة إلها علاقة بسوء تفاهم أو خلاف أو جدال أو قلق على الشريك فهدول أكثر الناس اللي بدهم يضبطوا عصابهم صحيح أنه في أجواء إيجابية أو بتدعم بعض الأشياء اللي ممكن إلها علاقة بارتباط أو إلها علاقة بتطوير علاقة عاطفية لدى بعض موليد برج السرطان ولكن الضغط العاطفي موجود بشكل كبير وخصوصا على الأزواج أو على الشركاء بالنسبة برضو زي ما حكينا لأمور البيت التاسع الأجواء جيدة ودعمة بقوة وبتحمل فرص ممتازة جدا حتى على مستوى الامتحانات ومستوى أمور إلها علاقة بالسفر مستوى أمور إلها علاقة بأشياء مثل تنقلات ولكن زي ما حكينا بتكونوا حاذرين من بعض التقلبات على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل تحمل فرص ممتازة وجيدة في بعض الأوقات ولكن الأهم العلاقات الاجتماعية برضو اللي راح تكون ظاهرة خلال هذا اليوم اللي ممكن تنشط باجتماع أو لقاء أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبي أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ولكن احذر من تقلب المزاج إن صار شيء يعني ما بتوافق معك برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة بيكون مناسب اليوم هذا لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة اظهر تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة لا اختبار تجارب مختلفة تشعر بالاعتزاز والفخر أهم مش إنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك حاول إنك تناقش بمنطق طبعا بالنسبة لبيت السمعة شوي من حذر موليد العشرية الأولى وأول العشرية الثانية من أشياء مفاجئة إلها علاقة في بيت السمعة يعني بمعنى آخر ما تجازف ما تغامر ما تخال في القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة وبرضو في نفس اللحظة ما تدخل بخلافات أو صدمات مع زملاءك أو رؤساءك بالعمل لأن الفترة هذه برضو فيها قابلية لمساءلات وفيها قابلية برضو لترفيعات يعني على الجهتين يا إما إيجابية يا إما سلبية أما بالنسبة لتنقلاتك واتصالاتك وحواراتك ونقاشاتك موليد العشرية الأولى أكثر الناس اللي رح يبدعوا أو رح يكون عندهم الفترة هاي حافلة بكثير من الأشياء اللي إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والأمور اللي إلها علاقة حتى بالامتحانات موليد العشرية الثالثة هذول بدهم يحذروا لأن الفترة هاي تقريبا بتسبب أخطاء فبدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء قيادتكم للسيارة أثناء حركتكم من بعض الأشياء اللي ممكن تسبب لكم إصابات أو تسبب لكم حوادث فعشان هيك بتكوا تنتبهوا وتركزوا بشكل جيد واللي عنده امتحان بيدرس ويركز بكثير لأن الفترة هاي بحاولوا أنهم يتهربوا عن الدراسة أو بيكون ما في عندهم تركيز فالامتحان لازموا دراسة أما على مستوى البيت فالأجواء تقريبا تحمل المفاجآت إلها علاقة بتطوير وضع معين إله علاقة بالبيت أو فرحة لأحد المقربين أو أحد أفراد العائلة أو خبر سار وخصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية اللي رح يشعروا بهذا الموضوع أو مسائل إلها علاقة ببيت أو عقار أو ديكور مشتريات التزامات في اندماج فيه يعني في تقارب رائع على مستوى البيت صحيح أنه ممكن تظهر بعض الخلافات المفاجئة ولكن سرعان ما إنكوا بتتجاوزوها أما بالنسبة للبيت السادس اللي شوي بيضغط على موليد العشرية الثانية والعشرية الثالثة هذول بدهم ينتبهوا صحيا وبدهم ينتبهوا على عملهم صحيح أنها بتحمل فرص إلى علاقة بالعمل وتقارب جيد ما بينهم وبين زملائهم بالعمل ولكن بتحمل برضو إما ملل من العمل أو تهرب من المسؤوليات أو تأجيل أعمال أو حتى على المستوى الصحي بيكون في شوية أمور بدها رقابة وعدم الإهمل أما بالنسبة لبيتك الثامن طبعا يعني الأجواء على مستوى الأموال المشتركة جيدة وهي مناسبة لأمور إلها علاقة بالقروض أو الديون أو المعاملات البنكية أو أشياء إلها علاقة بدعم مثلا أو حل قرض معين أو دين معين أو أموال الشريك أو دعم من الزوج أو الزوجي أو ممكن أمور إلها علاقة بالروحانيات والغيبيات الفترة هاي ممتازة جدا حتى لأمور التاريخ والمواريث برضو بتفتح أبواب جيدة برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهم لأوضاع الآخرين ولا رأهم والجنة بالكلام الجارح أكون دبلوماسي بالفترة هاي يعني بدك أنت تكون مرن ما في داعي أنك أنت تتزمت برأيك نهائيا بالنسبة للوضع المالي بيحمل فرص لموليد العشرية الأولى فممكن الحصله على مكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو حتى هدايا يعني الأجواء بتدعمهم بشكل جيد ولكن موليد العشرية الثالثة هذول لابدهم يحذروا من المصاريف والدفعات أو الالتزامات المفاجئة أو ضغط مالي ممكن يجي بشكل مفاجئ لهم أو مصاريف تيجي بشكل كبير وهاي عادة تيجي على مصاريف استنزاف إلها علاقة بالوضع العاطفي أو بالحبيب أو ممكن على أحد الأحبة أحد الوالدين ممكن مصاريف علاجية استشفائية عاطفية ممكن نفقة أو ميراث أو قضايا مثل هيك يعني هاي الأشياء اللي ممكن أنها تربك خلال هذا النهار أما بالنسبة لأمور التنقلات والاتصالات فالأجواء جيدة وممتازة جدا بالعكس بتفتح لك مجالات للإقناع وسرعة بديهة عالية جدا ولكن بالمقابل زي ما حكينا ما في داعي للعصبية وما في داعي أنك أنت تطيش أو ما تركز أثناء قيادة السيارة يعني بمعنى آخر الفترة هاي بدها نوع من أنواع التركيز واللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد على المستوى العاطفي موليد العشرية الثالثة والثانية هذول بدهم يحذروا من بعض التقلبات العاطفية اللي بتصير إما أنهم بشعروا بخيبات الأمل أو أنه بكتشفوا بعض الأمور اللي إلها علاقة بالحبيب وخصوصا العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال بالفترة هاي وعرضة لمشاكل إنها تتفاقب عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وما في داعي لأي ملاسنة أو انتقاد أو حدية بالطباع أثناء التعامل مع الأحبة لأن الفترة برضو بتحمل هيك نوع من أنواع المشاحنات أو سوء التفاهم على مستوى بيت الشراكة تقريبا الأجواء بتحمل نوع من أنواعي الإيجابية لدى بعض الشركاء صحيح نبتم بتراجع ولكن أنه بتخلي فيه نوع من أنواعي التودد أو التقرب أو اكتشاف الشريك المناسب لإلك عشان هيك الأجواء برضو بتساعدك بقوة وبتعطيك دفعة ممتازة جدا في منكو رح يسمع أخبار جيدة أو سارة من خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بسفر أو حتى بأشياء يعني ممكن إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو الدراسة أو سفر مفاجئ أو أشياء إلها علاقة باتصالات يعني في شيء خبر سار إلها علاقة بهذا الموضوع برضو منقول اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد في هذا اليوم برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في أي خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل وما تتسلط هاي أهم التحذيرات خلال هذا النهار أما بالنسبة للأمر اللي لازم أنا أنبهكله أول إيش بالنسبة للوضع النفسي والشخصي والأمور هاي الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة بسبب الزهرة وخصوصا موليد العشرية الأولى بيحسوا أنه نفسيتهم أحسن بالعكس عندهم دماثي ومرغوبين جدا وحتى ملفتين للنظر من الجنس الآخر لإلهم أما بالنسبة للعشرية الثالثة هذولا شوي نفسيتهم تتقلب أو الوسواس ممكن يدخل لهم أو يتسلل لهم يصير فيه نقص بالثقة بالذات أو شوي تقلب بالمزاج بدهم يشحنوا حالهم بطاقة إيجابية عطارد هو السبب في هذا الموضوع وبرضو بيخلي فيش تركيز يعني تركيزك صعب بالفترة على المستوى المالي تقريبا الأجواء بتحمل بعض الفرص المالية أو المكاسب المالية اللي ممكن تغير الوضع مش بالشكل القوي أهم إشي أنه يعني فيه أجواء مساعدي للعشرية الأولى تحديدا بأكثر طاقة ممكن تحصلوا على مكاسب من أعمالكم وممكن يكون فيه بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأرباح أو الهدايا أو التكريمات خلال الفترة أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بتكون تحذروا على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت يعني مشاكل خلافات أعطال أو قلق على وضع عائلي معين استياء من تصرف معين إلو علاقة بأفراد العائلة على أحد الأبناء مثلا يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط بتطلب الحكمة لإدارتها مش العصبية الأجواء شوي بتحمل بعض المفاجآت وأكثر الناس اللي بتضررهم موليد العشرية الثالثة وجزء من العشرية الثانية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتحمل فرص إلا علاقة بالعمل ومكاسب بالعمل وعلاقة جيدة ما بينك وبين زملائكم أو رؤساءكم بالعمل مرضو على الوضع الصحي بتشحنكم بطاقة إيجابية فممكن من خلالها إما أنه تجدوا علاج أو تحسن صحي بالمسألة ما بالنسبة لبيت الشراكة زي ما حكينا في بداية التوقعات الأجواء جيدة ولكن أهم شيء تديروا بالكم من العصبية والحدية وتتجنبوا المشاكل أو الخلافات والتسلط في بعض الكلمات وخصوصا موليد العشرية الثانية أما بالنسبة لأمور الأموال المشتركة فاليوم تحمل بعض المفاجآت اللي إلها علاقة بالوضع المالي المشترك ولكن احذروا أي قضايا مالية أو يتراكم عليكم قضايا مالية أو مساءلات قانونية أصحة أحد الأحبة ممكن تكون بحاجة للرعاية أو قلق صحي على أحد الأحبة أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذاءكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر في هذه المرحلة يعني ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما يعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكون الواجبات كثيرة وممكن تتزامن يعني أكثر من عمل مع بعض من الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية وأي أعراض صحية حاول أنك تستشير طبيبك فيها يعني الأجواء برضو على المستوى النفسي تقريبا بتحمل بعض الإيجابيات اليوم أو بتشحنك ببعض الطاقات اليوم الأهم أنك أنت بمعنى آخر تسيطر على حالك يعني بمعنى آخر ما في داعي للإنفعال أو للعصبية أو للتوتر بالنسبة لتنقلاتك واتصالاتك منقدر نحكي أنه فيها إيجابية قوية جدا وممكن تحقق من خلالها بعض المكاسب أو بعض الأرباح أو أمور إلها علاقة بقدرة الإقناع ولكن بدك تركز شوي وأثناء القيادة أو أثناء الحركة إذا عندك امتحان لك تدرس وتستعد بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة اللي عنده امتحان يعني ما يهمل نهائيا ممكن يكون لكم تعامل مع أخ أو جار أو مساندي في مسألة ما بالنسبة للعاطف الأجواء جيدة وبتدعمكم بقوة وفي منك رح يعزز العلاقة مع الحبيب بشكل قوي أو يبدأ بعلاقة غرامية أو يطور علاقة غرامية في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة في أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو مسائل لها علاقة بالفن أو بالفكر أو بالدراسة أو حتى يعني بالأمور الترفيهية الأجواء بتحمل أشياء إيجابية لكم بالنسبة لبيت الشراكة موليد العشرية الأولى بدهم ينتبهوا وبداية موليد العشرية الثانية بدهم ينتبهوا من أشياء مفاجئة ممكن سوء تفاهم أو خلاف أو جدال أو نقاش ممكن يصير ما بينكم وبين الشركاء وهذا الإشي ممكن يهدد العلاقات بشكل مرعب جدا إنه في علاقات ضعيفة أو في خلافات موجودة ممكن في لحظة تتفاقم ويصدر قرار بإنهاء العلاقة بشكل مفاجئ فعشان هيك بتكونوا حذرين من النقطة هاي وخصوصا إنه يعني أورانوس اللي في الثور بسبب قوة لهذا الأمر وخصوصا إلكم أو لشركاكم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه فيها أشياء إيجابية ودعمة لإلكم ممكن تساعدكم في بعض المواطن وخصوصا موليد العشرية الأولى يعني بتعزز نقاط بالعمل مساعدات من أيدي خفية ممكن إنه أشخاص كنتوا تشكوا فيهم أو بوجودهم تجدوهم واقفين لجمكم بساندوكم ولكن موليد العشرية الثالثة أكثر الأشخاص اللي بهم يحذروا من المغامرات والمجازفات والأشياء اللي ممكن تسبب إحباطات أو تسبب مشاكل ما إلها داعي أو خلافات أو ممكن يعني كشف أسرار بمعنى آخر فبتكونوا تكونوا حذرين ما تأمنوا على إصراركم لأي شخص وخصوصا زي ما حكينا موليد العشرية الثالثة برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف وللارتباط نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا جيدة فترة إيجابية ودعملة إليك إن كان عاطفيا وإن كان إلها أمور إلها علاقة حتى بالحضوظ ما تبالغ بحضوظك كثير لأنه زي ما حكينا أنه القمر يعني في مكانه باقتران جاي مع المريخ فموليد العشرية الثانية أكثر الناس اللي رح يعانوا من قلة الحظ أو خلافات ما بينهم وبين الأحبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للوضع المالي فطبعا أكثر المتضررين هم موليد العشرية الثالثة وجزء من العشرية الثانية اللي ممكن أنه تكون مصاريف أو دفعات أو التزامات أو خيبات أمل أو وعود مالية بتتأجل أو بتلتغي في لحظة أو مصاريف زيادة بتكون عليهم الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان يكن تبهوا لمصاريفكم ما في داعي للمجازفات أو لمشتريات غير ضرورية أو لمصاريف ما إلها داعي أساسا حاول ضبط الميزانية تاعتك وحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أما بالنسبة لوضع البيت فالإجمالا تقريبا اليوم يعني بيحمل نوع من أنواع المفاجآت الجيدة أو الأفراح أو اللقاءات أو المناسبات أو حتى أمور إلها علاقة بالعقارات أو أشياء إلها علاقة بمشتريات لأثاث أو تجهيز أو خبر سعيد إلها علاقة بالبيت أو بأفراد العائلة أو بمقربين العائلة يعني الأجواء بتحمل أشياء مبشرة وأشياء ممكن يكون فيها نوع من أنواع التغيير بالنسبة لموليد العشرية الثانية عاطفيا هذولا بدهم ينتبهوا لأن الفترة هاي أي علاقة ضعيفة أو مهزوزة عرضة للانفصال أو لخلافات كبيرة أو لمشاكل انتبهوا من المجازفات والمغامرات وحتى المبالغة بالترفيه لأنه برضو هاي الأجواء مش مساعدة لإلكم بالنسبة للوضع الصحي موليد العشرية الأولى والجزء من العشرية الثانية بدهم ينتبهوا لبعض التقلبات الصحية أو ظهور بعض الأوجاع المفاجئة وحتى بعض الأمور اللي إلها علاقة على مستوى العمل خلاف نقاش جدال تأخير في إنجاز بعض الأعمال يعني سوء تفاهم فيه فيه لبكة رح تكون على مستوى البيت السادس لموليد العشرية الأولى والثانين أما بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة يعني نقدر نحكي بالأصدقاء أو بالعلاقات موليد العشرية الأولى بينشطوا بعلاقاتهم وبأصدقائهم بشكل قوي جدا وبتكون العلاقات ناجحة وبالعكس تحمل نوع من أنواع الدعم أو الدفعات الجيدة اللي ممكن تيجي من صديق دعمك في مسائل معينة موليد العشرية الثالثة بتجيب لهم خلافات سؤتفاهم مع أصدقائهم أو حدية بالطباع في منكو ممكن يتوجهلوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة فعشان احذروا من إنكو تنتقدوا أحد أو تتذايعوا إذا توجهلكوا الانتقاد عشان ما تفاقموا الأمور في منكو رح يهتم في بعض المسائل الروحانية أو يهتم بأمور غيبية أهم إشانكو تنجزوا أعمالكو وما تهملوا صحتكم من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ الفترة هاي فيها بعض الإحباطات بمعنى آخر ممكن يعني أشياء تيجي بشكل مفاجئ هيك إلها علاقة بشخص وعدكم بشيء وما يوفي أو بانقطاع علاقة بشكل مفاجئ أو تكتشفوا الشيء يعني بشكل صادم برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية إلى مناقشة ممكن تظهر بعض الضغوط أو المتاعب أو المعاكسات وممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات يعني الوضع له علاقة برضو بالبيت وضغط مسائل عائلية أو خلافات عائلية أو حتى أشياء إلها علاقة ببعض الأعطال يعني حاول إن قدر الإمكان ضبط الأعصاب بشكل كبير وخاصة موليد العشرية الثانية بالنسبة طبعا لأمور إلها علاقة نقدر نحكي في أمور العاطفة يعني الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المفاجئات أو التقلبات المفاجئة اللي على المستوى العاطفي إما بتبدأوا بعلاقة عاطفية أو بتنهوا علاقة عاطفية بشكل مفاجئ وخصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية هذول أكثر الأشخاص بدهم يكونوا حاذرين من تقلبات أورانوس اللي ممكن تجيب لهم أشياء مفاجئة أو بسرعة هائلة جدا يعني إما على طول حب وارتباط وتطور الأمور أو انتهاء بشكل مفاجئ لعلاقة عاطفية أما بالنسبة للأمر اللي بتعلق في شيء حساس جدا اللي هو العلاقة بالزهرة الزهرة موجودة في بيتك العاشر وهو بيت السمعة فعشان هيك موليد العشرية الأولى بيجيهم فرص عمل أو بيجيهم مكاسب أو بيجيهم دعم أو علاقات أو ترفيع بشكل كبير ولكن موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من تشويه سمعة أو إشي بهاجم سمعتهم أو ناس بتحاول إنها تكشف سر لإلهم وبرضو بالمقابل ممكن إنه يرتكبوا أخطاء أو مجازفات هي اللي تسبب هذا الأمر فاحذروا كل الحذر في عملكم وفي علاقاتكم وفي سمعتكم أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة ودعمة واليوم بيحملك بعض الفرص الممتازة إما لاجتماع أو لقاء أو لدعوة مثلا لا حضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة أما على المستوى الشخصي موليد العشرية الثالثة تحديدا وجزء من العشرية الثانية بشعروا بالفترة هاي بنوع من أنواع التقلب السريع اللي بصير على المزاج يعني فجأة بكونوا مبسوطين ومرتحين فجأة بتتنيل الدنيا فجأة بتطلع مشاكل من تحت الأرض فجأة بقلب المزاج عندهم بكتشفوا أشياء بيعني فوضى عندهم نوع من أنواع الفوضى بدكوا تصبروا لغاية ما القمر ينتقل ويصير موجود بالثور الأجواء بتتحسن بشكل أكثر وتستقر أو توضح الرؤية لكم بشكل أوضح أما بالنسبة لتنقلاتكم واتصالاتكم فاليوم جيد جدا ودعم لإلكوا عندكم سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع عالية جدا ومنكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالامتحانات أو بالسيارات أو بأجهزة إلها علاقة زي التلفونات أو السيارات يعني اهتمام إما بتصليح أو أو بمشترى تشتري أو تبدل فالأجواء بتحمل برضو فرص ممتازة حاول إنك أنت تستغلها بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويد لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس ممكن تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب لا إلك الأهم من هذا كله إنه الأجواء تقريبا بدك تحذر إذا كان عندك امتحان بس بدك تدرس وتستعد بشكل جيد يعني امتحان أو مقابلي وخاصة موليد العشرية الثانية على مستوى أمور البيت تقريبا بيحمل نوع من أنواع المفاجآت إلها علاقة بالعلاقات المنزلية أو البيتية أو بعض الأشياء اللي بتيجي بشكل مفاجئ كالالتزام أو أعطال أو مواضيع معينة وخصوصا موليد العشرية الأولى وموليد العشرية الثاني هذول بدهم يحذروا من المفاجآت والأشياء اللي بتتعلق بالبيت أو بالمسكن بالنسبة لأمور البيت التاسع عندك وأمور السفر البعيد أو الأسفار أو الاتصالات أو العلاقة مع الأجانب أو الامتحانات الجامعية تقريبا موليد العشرية الأولى بتميزوا بكل الإيجابيات لكل اللي احنا ذكرنا ولكن موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من كل اللي حكنا بدهم ينتبهوا بالسفر وبالامتحانات بالدراسة بالمراسلات بعلاقتهم مع الأجانب الفترة هاي سوء التفاهم سريع والأخطاء سريعة وخاصة زي ما حكينا موليد العشرية الثالثة أما بالنسبة لبيت السمعة فهنا منقول له موليد العشرية الأولى بتكون تحذروا من أمور ممكن تيجي بشكل مفاجئ أو خلافات مفاجئة أو حتى تشويه للسمعة بشكل مفاجئ فالحذر مطلوب ما في داعي لإهمال أعمالكم أو إنجازاتكم أو تواصلكم أو كشف أسراركم لا أحد ممكن يستغلها وتكون ضدكم أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بدك تكون حذر ومفتح عنيك عشر على عشرة وخصوصا موليد العشرية الثانية والثالثة بدهم ينتبهوا من أشخاص بتكيدلهم أو بتتأمر عليهم أو كشف أسرار لإلهم أو عملية مؤامرة احذروا على أموالكم من السرقة والضياع واحذروا من بعض المحتالين أو المدعين بينهم أصدقاء لأنه ممكن يستغلوكم بشكل كبير أما بالنسبة للوضع المالي فالأجواء تقريبا تحمل بعض الفرص المالية والمكاسب المالية خلال هذا اليوم اللي بتيجي من عمل أضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم وممكن أنك تحل وضع مالي معين أو سداد فوتير أو دفعات بطريقة يعني كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية يعني بتعطيك فرص دعم قويلة لك برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة طبعا هاي التحذيرات لأن الأجواء شوي فيها تقلبات وخصوصا على موليد العشرية الثانية ماشي أنه نبتن بدعمك في بعض المسائل وبيخلي شخصيتك قوية وثقتك بالنفس قوية وحتى فيه أشياء إيجابية ولكن اللي حذرنا منه بدك تنتبه له أو تنتبه منه على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والنشاط الفترة هاي حافلة عندك بالنشاطات والاتصالات والتواصل حتى على مستوى ممكن يجيك تنقل أو تنقلات سريعة أو اتصالات مفاجئة أو أخبار تيجي متزامنة تبرع بعملية الإقناع وإقناع الأفراد بوجهة نظرك أو بالأشياء اللي جواك الأهم أنه برضو عندك أنت نقاط لها علاقة بالأموال المشتركة شوي مأرقيتك اليوم موليد العشرية الأولى هم أكثر الأشخاص اللي رح يستفيدوا بالأموال المشتركة مكاسب أو حلول أو تجارة مشتركة أو أموال مشتركة أموال الزوج موليد العشرية الأولى رح يبدعوا في هاي المسائل ووضع خطوط أو حلول لبعض المسائل المالية بشكل قوي جدا موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من النصابين والمحتالين والسرقة وضياع مقتنياتهم بدهم يكونوا حذرين من أي مجازفة مالية أو أي قضايا مالية ممكن تطرق على الساحة العلاقة ما بينكم بين أشخاص خارج البلاد قوية جدا وبالعكس بتعززها اتصالات وحوارات وعلاقات وممكن تطور لاتصال معين وحتى على مستوى الامتحانات الجامعية والدراسة والسفريات أو التنقلات البعيدة بتفتح مجالات كبيرة لإلكم حتى اللي بيشتغلوا في مجالات الاستيراد والتصدير أو التجارة الكبيرة الأجواء داعمة وبتيجي بشكل مفاجئ وبدون انذار يعني بمعنى عند لما تفقد كل الثقة أو تيأس من كل شيء فجأة بتلاقي الأمور إجتك بشكل مفاجئ وبتكون قوية وإيجابية في أغلب الأوقات أما العمر اللي بتعلق بالأصدقاء فاليوم حافل في أمور العلاقة بالأصدقاء والاتصالات والحوارات وممكن يتوجه لكو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء بعض الأصدقاء المهم أن موليد العشرية الثالثة تحديدا بدهم يكونوا حذرين من سوء تفاهم أو انزعاج أو خبر ما ممكن شوي سبب لكو نوع من الإرباك بتصرفوا أحد المعارف ممكن يحمل نقاش أو ممكن يحمل استياء ما في داعي للقلق أو الخوف حاول أنك أنت الطالب منطقي لأن الحج معك وعندك قدرة للمحاججة بشكل قوي جدا فعشان هيك العقل هو اللي بلعب دور الحكيم في الفترة هاي أما بالنسبة لشخصيتك فليعلى على شخصيتك اليوم ثقة بالنفس عالية جدا وحتى شعورك بالارتياح أقوى زي ما حكينا أهم إشي أنه هي الأمور المالية اللي أنت بدك تحذر لها أكثر إشي لأنه الأمور ما زال فيها نوع من أنواع الضغط يعني يومين بس القمر ينتقل للثور بتلاقي الأجواء يعني مفرجت بأكثر من الحال هذا وفي نفس اللحظة بتخف الضغوط عليك شوي عشان يكي حاولوا أنكوا ترتبوا أموركم أنه الفترة هاي تمشوها بشكل روتيني وتكسبوا من الأشياء اللي بتصير كفرص موجودة بين إيديكم ولكن بعد يومين الأجواء رح تختلف تماما هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر